كل البشرية وقعت في الخطيئة واجتاز الموت إلى الجميع لأن الجميع أخطأ في آدم فآدم الأول هو رأس البشرية الخاطئ ومن آدم تورثنا الطبيعة الخطاءة الساقطة أو كما كتب داود النبي بالخطيئة حبلت بأمه فإذن بسقوط آدم سقط كل البشرية من خلال آدم في الخطيئة وانتزع السلام وحل الشر واللعن والخوف على الأرض وابتدأت الحروبات والخصومات ونرى حتى في نفس العيلة أنه قائن يقتل هابيل ومن ثم نقرأ في صفحات العهد القديم قتل وحروب وفي هذه الأيام نقرأ عنها يقول الكتاب المقدس لا سلام للأشرار يقول الرب ثم النبي يعقوب أو الرسول يعقوب في العهد الجديد قال من أين الحروب من لذاتكم من جو أحبائي هذه الحروب والخصومات في الداخل حتى بسبب الخطيئة بسبب الكبرياء بسبب الرياء بسبب مظاهر التدين وأشكاله الخارجي بسبب الشهوة الردية بسبب الطمع بسبب أن القلب من القلب تخرج الأفكار الشريرة فتلوثت حياة الإنسان وأصبح الإنسان ميت بالذنوب والخطايا هالك منفصل عن الله بعيد يحتاج إلى إنقاذ ويحتاج إلى خلاص بل يحتاج إلى سلام الله العجيب تعرفوا حبائي من الحرب العالمية الثانية ابتدأ يعني بالفترة ما تسمى الأمم المتحدة والأمم المتحدة جزء من خدمتها الحفاظ على السلام وأنه بعد ما رأوا الضمار الشامل والملايين اللي ماتت في الحرب العالمية الثانية خلاص قالوا مش رح يكون في حرب من الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا لم نرى خمسة سنين بدون أي حروب أكتر من خمسين ستين حرب غير النزاعات الداخلية والحروب الأهلية وحروب الإنسان من كل الأنواع وبكل الطرق فإذن لم تنقطع الحروب ولم يحل السلام تعرفوا أحبائي حتى في أكثر الدول المتقدمة اللي عندهم كل الإمكانيات للأسف نرى أعلى نسبة انتحار ولسيما الشباب إيه اللي ناقصهم؟ عندهم كل الإمكانيات والراحة والسلام والطمأنينة والإزدهار والاقتصاد والإمكانيات ومع كل هذا بتلاقي إنه الإنسان عم بينتحر لأنه فارغ من جوه بدون أي أمل بدون أي رجاء عايش حياة بائسة شقية ويائسة موسيقى موسيقى موسيقى